الكل يعرف أن هذه المنطقة شهدت أعظم الحضارات وأقدمها وأولها وخاصة في العراق ومصر في العراق ظهر أول شعب متحضر بنى حضارة وبنى مدن وبنى حصون واخترع الكتابة وفي مصر في الوقت تقريبا مقارب للسومرين ظهرت حضارة كبيرة واستمرت على مدى ثلاثة آلاف عام بعد ذلك هذه الحضارتين كانت من أهم المكتشفات أو الاختراعات التي اخترعتها هي الكتابة الكتابة ظهرت أولا حسب الباحثين في سومر في العام ثلاثة آلاف ومئتين قبل الميلاد أي نحو خمسة آلاف عام مضت هذا الاختراع هو يعتبر ميزة أسست لتاريخ عظيم للبشرية ومن خلاله بدأ المؤرخون والباحثون يؤرخون تاريخ البشري منذ لحظة ظهور الكتابة قبلها لم يكن هناك من الممكن القول بوجود حضارات مجرد ثقافات لا أكثر هذا الاكتشاف أنا أرى أو الاختراع أرى بأنه كان حدثا عظيما ومهما ويستحق الفخر لكن في الوقت نفسه كان الثمن الذي دفعناه من أجل هذا الاختراع كبيرا جدا وما زلنا ندفع هذا الثمن كيف؟ ابقوا معي أصدقائي بعد الفاصل السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته كما قلت أن اكتشاف الكتاب أو الكتابة كان حدثا عظيما لكنه كان حدثا في الوقت نفسه أضر بهذه الشعوب دون أن يكون هناك تكون هناك قصدية لهذه المضرة وكما نعرف أن كل الاختراع جانبه الإيجابي وجانبه السلبي الجانب السلبي الذي أراه في اختراع الكتابة هو أننا أصبحنا كشعوب في هذه المنطقة ضائعين في وهم وجود كتابة عظيمة ومقدسة وهذه الكتابة وهذا النص فيه كل شيء هذه الفكرة كيف تولدت؟ الأمر في رأيي يستحق البحث لكن أنا سأقدم رؤوس نقاط لهذا الموضوع وهو بدأ كما نعرف مع اختراع الكتابة في سومر عندما اكتشفوا ألواح طينية بالكتابة المسمارية وكانت بدأت مقاربة للصور يعني محاولات يسمونها راحة مبالي أسماء خاصة بهالكتاب يعني كانت تمثيلات الصورية يعني الطير يرسمونها بصورة الطير اليد بصورة يد وهكذا أشياء من هذا القبيل بعد ذلك تطورت إلى رموز وأصبحت هناك علامات خاصة لكل كلمة تطور الأمر بعد ذلك وأصبح يعني سهمت شعوب المنطقة في هذا الأمر واستمرت الهيروغلفية في مصر ظهرت وبقيت بشكلها الصوري لكن أجوا أتى الفينيقيين ساهموا في هذا الاختراع خاصة بالـ 1200 قبل الميلاد وأيضا قبلها يقال أنه 1500 قبل الميلاد اكتشفت بعض الكتابات في بعض الكهوف في سيناء واتضح بأن الفينيقيين هم الذين نشروا الأبجدية وقالوا يعني غيروا طريقة الكتابة لكن عموما الشعوب المنطقة أصبحت هي صاحبة الفضل في اكتشاف الكتابة وبعد ذلك صاحبة الفضل في كتابة أول كتاب في تاريخ البشرية وهو التوراة فكرة الكتابة هي دائما عندما نعود إلى فترة سومرية نجد بأن الكاتب هو يكون مقربا للملك وهو الفعل الذي يقوم به هو فعل مقدس وحتى الطلبة الذين يقومون بتعليمهم هما من الطبقة الراقية وهؤلاء ينقلون أسرار الكتابة لأنها لم تكن من الأمور التي متداولة بين الناس وما زالت لحد فترة قريبة من حياة البشر لحد العقود الأخيرة كانت أغلبية البشر لا تعرف القراءة والكتابة فبالتالي نجد بأن الكتابة دائما فيها شيء من القداسة شيء من الأهمية شيء من الغموض هذا كله يسحر الإنسان ويجعله يظن بأن النص المكتوب فيها الشاء غير أتيادي أنا بالطفولتي كنت دائما في مناطقنا أشوف أنه عندما يشوفون بيدي كتاب يعتقدون أن يرون كتاب عادي يعني يعتقدون بأن هناك أمرا جللا وأمرا عظيما وأن هذا الشيء الذي لديه هو شيء ليس بالأتيادي على الإطلاق فكانوا يقولون هذا لديه كتاب حتى عندما يقولون كلمة هذا لديه كتاب وعنده كتاب وعندما تذهب إلى تجد لديه كتب يتحدثون بطريقة فيها قدسية لهذا الشيء واحترام شديد هذا أداء اللي خليني يستحضرني فكرة نظرة الناس إلى موضوع الكتابة والكتاب وعندما نرجع للماضي نجد أن فكرة وجود كتاب بدأ الأمر مع شريعة حمورا بطبع سبقاتها شراءة كثيرة خاصة الشريعة بأونرومو أورك راجينا وسط ومملكة أشنونة أيضا يعني 2200 قبل الميلاد أيضا لكن الشريعة التي وجدت على مسلة ارتفاعها أكثر من مترين وبحجر خاص هذه المسلة وضعت بطريقة واضحة أنه نص قانوني سليم يعني فيها مواد 222 مادة أعتقد العدد محافظة بالضبط يعني مواد بها خاصة بالسرقة خاصة بالمسائل الاقتصادية الأخلاقية المسائل الحكم كثير من التفاصيل فيها لكن المهمة بالنسبة لي هو أن فكرة وجود وجود قانون ووجود كتاب ووجود شيء مكتوب نصا هي هذه الفكرة هذا المكتوب والعودة إلى النص القانوني هي الفكرة التي افتتحت تاريخ هذه المنطقة والتي انتقلت إلى الجميع بعد ذلك وبدأوا يشعرون بأن هناك كل فئل يقوم به الإنسان يجب أن يكون له أثر في النص أو يجب أن ينساق أو يندرج ضمن أحكام نصوص محددة هذا الشيء هو الذي انتشر بعد ذلك وهو الذي أدى بعد ذلك إلى ظهور ألواح موسى أو فكرة ألواح موسى كان ما نعرف أنه الشعب الإبراني كان الشعب هو متجول على الامبراطوريات القديمة خاصة الفرعونية التي تسمي أيضا تسمي توراتية فرعون أو المصرية القديمة والبابلية والآشورية الأبابلية القديمة والبابلية الأحدث اللي هي زمن المملكة بابلية الثانية زمن نبو أخذ نصر وقبل أسماء أخرى لا المهم هؤلاء هم الذين كانوا ينشرون قوانينهم على جميع لكن اليهود قالوا أحنا أيضا لدينا قانون وابتكروا فكرة الألواح وقالوا أن هذه الألواح نزلت من الإله وأنه صعد إلى الجبل واستلم فيها النبي موسى بعد ذلك حسب الرواية الروايات التي تناقلتها الشعوب ووصلت إلى القرآن ونجدها مكتوبة في القرآن هذا الشيء هو الذي يجب أن ننتبه له أنا لا أقول بأنه هذا الفكرة الكتاب هي فكرة سيئة أنا أقول هي الفكرة التي انطبعت في ذهن الجميع بأن كل شيء نقوم به موجود في قانون وموجود في نص وهذا النص يشرف عليه الإله والكهنة وأيضا يشرف عليه الملك وهو مرسل من قبل الإله حتى نتأكد من هذا الموضوع خلينا نشوف مقدمة أو ديباجة القانون حامرابي حتى نعرف الفكرة كيف بدأت بسيطة أو بطريقة ما بدأت الفكرة وبعد ذلك انتشرت وتلقفتها الشعوب المنطقية وأصبحت بعد ذلك فكرة يعني جزء من البرادايم المجتمعات هذه المنطقة وأعتقد هذا البرادايم أو برادايم الكتاب أو فكرة وجود كتاب ونص فيه كل شيء هذا البرادايم هو الذي ما زلنا مسكنين فيه وما زلنا مأسورين ومحشورين فيه ولا نستطيع الخروج منه لاحظوا أي شخص يتحدث 199% من الأشخاص الذين يتحدثون في جميع وسائل الإعلام من رجال دين مفكرين مثقفين تجد دائما لديهم احتكام إلى النص وعندما يقول لك عندما يدللك على قضية معينة أي قاعدة من قواعد السدلال يرجع إلى نص النص المقدس القرآني أو الحديث النبوي أو المسيح يرجع إلى النص المسيحي هذا المسألة يعني يجب أن تثير انتباهنا لماذا مسر في هذا التعلق العجيب بالنص هذا الشيء ممكن يعني أن كل شعب يقول لك أنها طبيعي عدي عن قانون وأدي شريعة وأدي نص أرجع إلى لكي لا تختلف الناس لا بأس لكن لماذا هذا التعلق والاحتبار أن هذا النص هو مقدس هنا القضية لماذا يعتبر النص الموجود هو نص لا يمكن الشك الشك فيه لا من قدام ولا من خلاف هنا تتضح كثير من التفاصيل التي أشرت لها في أكثر من حلقة لها جوال متعددة هذه المسألة لكن الآن سنرجع إلى مقدمة أو ديباجة قانون حمورابي حتى ناخذ فكرة على الموضوع في لحظات الأولى المقدمة ماذا تقول يقول لقد دعتني الآلهة أنا حمورابي الأمير النبيل الذي يحترم الآلهة ويشيد أو يشيد العدالة ويقضي على الظلم والأشرار ولا يجيز للإقوياء أن يعتدوا على الضعفاء إني أتيت كي أنشر العدالة بين الناس كما تنشر الشمس ضياءها على الأرض أرسلني لاحظوا أرسلني الإله مردوخ لأحكم بين الناس وأحمي الأرض ولذلك وضعت القوانين ونشرت العدالة بينهم وهيأت لهم الخير والسعادة لا يجوز للقوي أن يعتدي على الضعيف كما أنه يجب حماية الأرامل والأيتام ليتقدم مني المظلوم لأنصفه وليقول ما هو مكتوب على مثلي وما هو مكتوب لاحظوا على مثلي ويتفهمه ويعرف حقوقه ويشعر بالسعادة ليقول كل مظلوم أن حمورابي سيد وأب لعموم رعيته كلمة أب أيضا إنها علاقة بالإله طبعا النصف هذا الموجود الذي شاهدناه هو الموجود الآن في باريس أنا زرته وشفته وأخذ الصورة معه لكن لا أعرف وين صارت لازم أبحث عنها زرته قبل تقريبا عشر سنوات أعتقد حوالي عشر سنوات النقش الملاحظ حتى نعرف صورة النقش حتى نفهمها كما نرى هنا في أعلى النقش رسم للإله الشمش أو هو الشمس يعني وهو يعتبر إله الحكم والعدالة جالسا على عرشه وهو يقدم إلى حمورابي اللي يواقف أمامه بخشوع ألواح الشريعة يعني كأنما ألواح موسى وهذه دلالة على مصدرها الإلهي وهنا يظهر حمورابي يشوفونه يظهر بثوب طويل كسف الظاهر وأيضا ذراع الأيمن ولحيط طليقة وشوارب حليقة وهذا يذكرنا طبعا ما يحتاج يذكرنا بماذا أما شمس أو شمش فيظهر بأمامة مخروطية يضعها على رأسه ويحمل في يده اليمنى الخاتم وصولجان دلالة على إلهيته وفي أسفل النصب كما نرى تجد نشوف المواد القانونية مكتوبة باللغة البابلية وبالخط المسماري وهاي كلها مكتوبة على شكل أعمدة متقاربة عددها 51 عمود الشيء المهم اللي أريد أذكره هنا أن معظم المؤرخين اتفقوا على أن حمورابي لم يأتي بها القوانين من العدم إنما هو جمع الأعراف والقوانين السومرية والأكدية الموجودة في زمنه وهذبها وأضاف إليها النواقص وعدلها ثم سواها بعد ذلك بمدونة واحدة متكاملة وهذا التشريع كما قلنا يضم مقدمة ثم نص التشريع نفسه وأخيرا الخاتمة التشريع وهو هذا الشريع ليش مهمة هي لأنه ليس مسألة حقوق إنما وضحتنا بأن الإنسان وصل إلى درجة من تطور الفكري والتنظيم الاجتماعي في ذلك الزمن البعيد وبفضله أصبحت البشرية ما هي عليه الآن فضل هذا الابتكار ابتكار الكتاب وبعد ذلك ابتكار فكرة وجود نص قانوني يلتزم به جميع هذه فكرة جبارة تبدو الآن بالنسبة أنها سهلة لكن فكرة جبارة أذهلت البشرية في ذلك الزمن وبالدليل أنها ما زالت لحد هذه اللحظة الإنسان يؤمن بوجود كتاب مقدس وجود ألواح ألواح موسى عندما نجد ألواح موسى نجدها هي مقاربة لفكرة مسألة حامرابي وهو ظهرت حتى يعني المفروض موسى الزمنيا يعني بعد حامرابي بحدود ثلاثة قرون ما لا يقل عن ثلاثة قرون يعني في أقل تقدير المهم اللي أريد أقوله بأنه هذا الفكرة وجود نص قادم من السماء أو نص مطلق هذه الفكرة هي انتشرت من خلال الشعوب الموجودة في ذلك الزمان وأصبحت يعني كما قل صارت بردايم لا يتزهزه في ذهن هذه الشعوب القرآن نفسه عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه هو نفسه عبارة عن يعني هو فكرة مقدسة يعود إليها الجميع لماذا كل الكل يعتقد بأن هذا القرآن هو فيه كل شيء وما زال هذا اعتقاد راسخ بل يؤمن به الجميع ويقولون أن الإسلام فيه الحال باعتبار أن الإسلام هو مشتق من القرآن ونبي القرآن ووحي القرآني وهو أيضا أتى من السماء أنه وحي يوحى فالوحي أيضا أتى للرسول من خلال يعني هي الفكرة نفسها لكن الصياغات والحروف والكلمات اختلفت اللي احنا ما نعرف كنا سابقا أنه وجود مسلة حمورابي عندما أجوا وكتشفوا العلماء وجود شيء اسمه شعوب قديمة سابقة على الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية على الدين الإسلامي وجدوا أن هناك تاريخ اليهود يقول لك لا ما يذكر لك التاريخ حتى عندما يذكر لك التاريخ يقول لك آشور الملعونة وبابل الملعونة والنمرود وما لذلك ويسمي الشعوب المصرية ويعني يتهموا بكل شيء وأتبروا فراعنة وظالمين وقتلة بينما هو يقول أنه يحلل سرقة المصريين ويحل عليهم اللعنة لسبعة سنوات وما إلى ذلك حسب التوراة لكنه عندما تجعل حقيقة تجد بأنه هؤلاء هم جزء من هذه الشعوب الملطقة واستفادوا من تراث هذه الملطقة الثقافي والحضاري وكل مبتكراتها واجيرها الصالح وكل ما في الأمر أنه جرى وضع هذه الأشياء في كتاب واحد هو هذا الذي لم تفعله الشعوب القديمة السابقة على اليهودية فلم يضعوا في مسلة وحتى اليهود نفسهم وضعوا في ألواح لم تجي هذه الفكرة إلا عندما ظهر بطلي موس في القرن الثالث قبل الميال وقال لهم أريد أن أرى كتابكم أين كتاب كانت مجموعة لفائف لا أكثر ولا أقل يعني التوراة لم تكن كتابا يعني مجموعة بين دفتي غلاف لا هو مجموعة لفائف حتى وجدوا لفائف خاصة من لفائف قمران وغيرها هذه هي اللي يفاء في البحر الميت فإجابة للموس قال نريد أن نفهم هؤلاء ما هي قضيتهم يثيرون حروب ومشاكل كثيرة دائما خلونا نفتهم ما هو الموضوع قالوا أن هناك سبعين راهب أو حبر من أحبار اليهود اجتمعوا وجمعوا لكتاب وقدموا إلى باليونانية طبعا يعني المفارقة قدموا البطلي موس في الإسكندرية ويبدو هو دفع لهم مبلغ حتى يجلسون عنده في إسكندرية مصر وأصبح هذا الكتاب بعد ذلك اكتشفت الناس كل هذه القضايا وأعتبروا أن هذا الكتاب الوحيد الخارق الذي فيه كل شيء وفعلا قرآن عندما نجي نطلع القرآن يقول فيه كل شيء يعني هو ولديهم علم الكتاب عندما يتحدث القرآن تجد ذكر الكتاب عشرات المرات طبعا المسلمين عندما أجعل المفسرين قالوا المخصوص بالقرآن نفسه هو فعلا نوعا ما هو القرآن للقرآن هو يقول لك احنا يعني جعلناه قرآنا عربي يعني لماذا جعلناه يعني هو يقصد الكتاب الأصلي جعلناه عربيا هذه الفكرة واضحة يعني أعتقد يعني هو كان ليس لم يكن عربيا وجعلناه عربيا معنى أنه ما زال هو نفس لكن الأصل عند المسلمين يقول لك هم محرفوه وهناك ثلاف على قضية التهريف وخاصة كثير من العلماء المسلمين يقول لا يوجد تهريف في التوراة والكتاب خاصة محمد عبد أيضا بعد فاصلة سأتحدث عن كيف أن القرآن الكريم هو نفسه يتحدث عن فكرة وجود كتاب هذا الكتاب السهري الذي فيه كل شيء قلت أن القرآن نفسه هو فكرة مقدسة يعني كفكرة وهذه الفكرة هي ليؤدي لها الجميع وبحج كما قلت أنه لأنه يعتقد الجميع بأنه يمتلك كل شيء وأدى ما يتحدث بالعصر المحاصر بوقتنا الحاضر قصدي يتحدث عنه هو فيه حتى المكتشفات العلم بأكملها وكل الأشياء التي اكتشفها العلماء هي موجودة في القرآن الكريم وسميت قضية الإعجاز وما على ذلك وهي طبعا من حب الناس وليس لأنهم يعني عندما يتصور واحد أنهما الناس يبالغون في المحبة لا لأنهما واقعين ضمن هذا البرادايم أو هذا القالب الذهني الذي يرى بأن كل شيء موجود داخل نص وهذا النص هو النص المقدس الذي أتى من السماء وهو فعلا قرآن أتى من السماء فهذه العقيدة هي التي سببت لنا الإشكالات الكبيرة التي جعلتنا أناسا مرتبطين بالنص أكثر ما مرتبطين بالواقع يعني جعلنا المرجعيتنا إلى النص وخسرنا ارتباطنا بالواقع والأرض وحاجات الواقع لأنه مهما كان النص واسع حتى لو كان مقدسا فهو يبقى نص إلى حدوده حتى لو كانت حدود مقدس فهو يبقى نص ولغوي هو أداة يعني اللغة هي أداة للتواصل وهذه اللغة لا تعني بأنه مثال اللغوية الفيلولوجية ويعني السمنطقية وعلوم كاملة تشتغل على هذا الشيء وبعد ذلك تعال على الهيروموناتيك والتأويل والتأويل التأويل وفهم الفهم الآن علوم ضخمة ومعقدة جدا وتبدأ الآن من الشلاير ماخر إلى مرورا بأسماء دلتاي وبعد ذلك نوصل إلى قدمير وغيرها هذا ستسوي محاضرة خاصة عن تاريخ التأويل لكن عموما هو هذا النص اللي جعلنا لا نرى العالم كما هو جعلنا وضع النص المقدس أخصد أي أن كان القرآن أو التوراة أو أي نص آخر جعلنا جعلنا جعل بيننا وبين العالم والحياة وبين أنفسنا حاجزا عاليا جدا وحطناها بالقداسة وهذا سبب خطير أدى بنا إلى ما نحن فيه من تخلف مضطرد ومستمر بدون أي فرصة للخروج من هذا الأسر يعني هذا ليس كلام ضد الناس يعني هو هذا الفهم المخطوق الكلام ضد هذا البرادايم الذهني الذي نحن فيه هذا البرادايم أنه النص حملناه أكثر من ما هو عليه وهو بالفعل هكذا أنه الناس يقول لك من السماء لا بد أن يكون من السماء خامل الشيقول هو نص مقدس والحمور رابع الدماء قال أنا هو لي جث في الشرعية على ما يفعله فأي نص هو يحاول خاصة نص قانوني نص مقدس نص العلاقة بحياة الناس وألاقاتهم ويحكم فيما بينهم فبالتالي هو لا بد أن يكون فيه شيء من القداسة لأنه إذا ما تضع علي قداسة لن يحترمه أحد لن يبالي بها أحد ولن تستطيع أن تمارس العنف ضد أي واحد يعترض على النص لأنه يبقى قانون ويبقى شريعة يفوت على ذهن أغلبية العظمى أو على ما يسمى العقل العربي الإسلامي وأنا اللي يسميه العقل المدجن وهذا طبعا يسميه الجابر يسميه العقل المكون أو المكون هو هذا العقل المكون والمكون المكون يقصد به هو هذا يعني أنه النص عودة للنص هو الذي كون العقل المكون الذي نحن عليه أنا أقول بأن القضية أو التي تفوت على ذهن الأغلبية ليست في العودة إلى القرآن واستمداد كل معارفنا منه إنما في العودة إلى كتاب هذا السحري الذي يجب أن يكون موجودا دائما يعني دائما هنا لا نستطيع الاستغناء عن وجود كتاب سحري فيه كل الشيء القرآن أتى وقال أنا صاحب أنا هذا الكتاب تجسدت الأمر بعد ذلك بشكل أشكال أخرى هذا البرادايم أخذ أشكال أخرى شكل المهدي المنتظر مثلا يعني أصبح أول كتاب في الحقيقة هو المهدي المنتظر الأصلي الذي لا وعدما يقل لك أن النبي يظهر يقل لك موجود في الكتاب موجود حتى النبي كل شيء موجود في الكتاب عندما تجي إلى المهدي المنتظر يقل لك هذا موجود ذكر المهدي المنتظر عندما يقل لك لنظرية الإمام الشيعي يقل لك موجود بالكتاب وهو يرجع للكتاب ومعنى يرجع للناس أن هذا هو ضمن البرادايم الذي يؤمن به جميع وأعتقد الناس بأنه كتاب هو فيه كل الشيء وهذا فيه سحر ويظنون وحتى عندما تذهب إلى الآخرة يقول لك نقدم لك الكتاب بيمينك أو بيسارك أو بشمالك وهكذا اليهود أيضا كانوا يتنبؤون بوجود هذا الكتاب ويدللون أيضا على وجوده عبر ذكر علاماته في الكتاب أي التورا أقصد المهدي المنتظر المقدس هكذا ليس القرآن إنما فكرة الكتاب السحر الذي غلف عليه الكتاب القرآن القرآن جمع عثمان لكن القرآن هو الذي نزل الوعي يعني هذا الموضوع ما يجد خلبيه في تفاصيل كثيرة المهم الفقرة الأخيرة يجشر لها بأن المفارقة النهائية هي أن القرآن نفسه يؤكد هذا التعلق من فكرة الكتاب السحري وهو نفسه يستمد شرعيته ليس من الواقع إنما ولا من مؤجزة موجودة أحدثها على الأرض على أرض الواقع يعني لا هو يستمد مؤجزته من من فكرة الكتاب السحري ويقول ذكره هو موجود في الكتاب وأكد بأنه هو أنكر هذا نصا يعني بدون لبس وبدون إشكال قال دعاني شرعيته استمدها من ما ما يسميه كتاب وكررها كثيرا الكتاب قرآن الكريم عندما شاهدون عدد المرات الذي كرر فيها كلمة الكتاب ويقول بالضبط يا أهل الكتاب لم تكثرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ونشرك أيضا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قل يا أهل الكتاب رابعا هل تنقمون منا أن آمنا بالله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل قل يا أهل الكتاب سازسا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل كما ترون فكرة الكتاب ونزول الكتاب هي موجودة بالقرآن نفسه ويستمد شرعية القرآن الكريم لأن أنا دقلك تتعكد من عندي روح شوف الشوفه موجود أنا مسكول عندك بالكتاب مالتك وهو بدليل بينما قلنا أننا جعلناه عربيا يقصد أنه هو الكتاب نفسه لكن هذا جعلناه قرآنا عربيا مبينة يعني هو الكتاب نفسه عربيا مبينة وهذا طبعا هنا فيه إشارة لكثيرين يقول لك أن هناك في القرآن كريم كثير من الآيات هي العلاقة بالتوراة طبعا هو الكتاب نفسه يعترف بهذا الشيء فليس بالسر هناك طبعا قضايا معقدة في هذا الموضوع أنا لست ضليعا في هذه الأمور ولا أدعي هذا لكن عموما أنا أنطي أفكار عامة و يعني لا أدعي بأنها صحيحة خاضة على النقاش بالتأكيد يعني وعليه فأن القرآن الكريم يقول ما يقول هو موجود في الكتاب اذهبوا وتأكدوا بينفسكم إن كنتم تشكون بهذا و يعني حتى القرآن الكريم عندما يتحدى الآخرين بالإتيانة بمثله فهو يتحدى جميعا بإراد نص اللغوي مشابه يعني هو النص اللغوي بالنسبة للقرآن الكريم أنه هو البؤجزة يعني لأنه آتي من الله ففكرة النص هي جزء من الإيمان بوجود نص فيه كل شيء أو كل شيء مكتوب فيه كل شيء وفكرة الكتابة والمكتوب هي بحذاتها هي فكرة فيها من السحرية ما ما فيها والمقصود طبعا يعني عندما يقول يتحدى القرآن الآخرين بإراد نص اللغوي مشابه له ولو بآية واحدة يعني ليس كما يعني ليس المقصود كما توهموا وفسرون البلاغة الإعجازية لهذا النص ولا اللغة العربية ولا مؤجزات اللغة العربية كما فهم لاحقا طبعا ولغايات آيجولوجية إنما المقصود هو فيه إنما فيه هو الإعجاز التوراة أي إعجاز كتاب التوراة وهو مؤجز بإعتراف القرآن بعشرات الآيات كما قرنا بعضها بدون أي شيء طبعا آية تحريف أيضا نفسها لذكرت عن تعريف اليهود للتوراة هي فيها أشكالات كثيرة جدا ولا تتهم التوراة ربما ربما تتهم الأحبار اليهود بالتحريف يعني التحريف لفظيا عندما يقرؤون لكن كتاب باقي هو نفسه وحتى إذا صحت هذه القضية فلن يختلف الأمر بالنسبة لهذا الموضوع كثيرا يعني كما التحريف فقط لقل لك هذا الكتاب إحنا نعتمد على كتابنا ومن حق المسلمين أن يقولون هذا الشيء بغض النظر عن صحة ما يقولون لأنه وقل كان هذا ديني وأنه دين مختلف ولا بد أن أضع فاصل بيني وبين الآخرين وإلا أنا يعني ما قيمتي يعني وهناك أختم بالموضوع وأقول بين القرآن أيضا كان هو نص مقدس مخصص لشعيرة دينية وهذا هناك بحوث كثيرة حول هذا الموضوع وتقول بأن القرآن الكريم كان هو الغاية من عنده ليس فقط التعاليم وإصدار الأحكام إنما كان هو من كلمة قرآن كانت تعني القراءة أنه قراءة النص مقدس يتم قراءته تتم قراءته أثناء الصلاة أو أثناء قامت أي طقس ديني وأنه وضع لهذا السبب وهناك بحوث كثيرة حول هذا الموضوع ممكن أخريكم شوفون واحد من هذه البحوث هذا هو البحث يقول هناك تنوع كبير في النظريات العربية حول تاريخ القرآن لا أنا أقصد هذا الكتاب هذا العر واحد أقصد هذا كتاب موضوع الفكرة الوثنية من الجدل التاريخ جيراد هوتنك أنا أشيء يهمني بالموضوع المرجعية وهذا من المراجع هذا النص الذي يعني وهو يقول بأن القرآن الكريم لم يكن في الأساس مجموعة من المسائل والقضايا التي يرجع إليها وإنما شعيرة دينية تتم تلاوتها وهذا كريستوفر ميلشرت ممكن يشوفون المصدر مالته ويقول ويليام جراهام أن لفظ القرآن جاء في بعض الأحاديث النبوية في السياق يتصل بالصلاة وبعض العبادات وهناك مقالة بعنوان بالمجلة المانية دراسات عالم الإسلام فيقول هذه موجودة الصفحة سنة أربعة وثمانية ولا يقتضي هذا بضرور ولا يقتضي هذا بالضرورة إنكار الاستخدام المحدود للقرآن في ألم الكلام والفقه كما يتضح مثلا في رسالة الحسن البصري ولكن جل ما تثبته هذه الرسالة المختلف في تاريخها كما يتجلى فيما كتبه سليمان علي مراد تحت عنوان كذلك يعني تقدرون تطلع عن التفاصيل خلاصة قولي حتى أختصر الموضوع أنه أقول بأنه أنه شعوبنا هذه الشعوب هي مسحورة بفكرة وجود كتاب مؤجزة فيه كل شيء هاي الفكرة كان مصدرها واختراع الكتابة فيها في هذه المنطقة تحديدا والتطور الموضوع إلى تحويل هذه الكتابة إلى نص قانوني ونص تشريعي ونص يقود أو يحكم حياة الناس جميعا عبر مسألة حمرابو قبلها مسألة مسألة أوروكاجينا وأكو مسألة 2020 قبل الميلاد ظهروا البيهود بعد ذلك وأيضا الفكرة كانت جبارة وقوية وعظيمة فألا وانتشرت بين الناس جميعا وما زالت حتى هذا اللوم في جميع الشعوب يعني ما زال هناك دساتير هذه الفكرة تلقفها الشعب اليهودي أو قبيلة اليهود قبائل اليهودية وافتكروا فكرة ألواح موسى والتي أخذوها من فكرة وجود لوح نزل من الإله على الملك حامورابي وأيضا هذه الفكرة نفسها أتت على الملوك ملوك إسرائيل في القرن التاسع قبل الميلاد وكلمة ملك طبعا خطأ عد الناس معروف أنه يقولون يتهمون المسلمين بأن القرآن يصف داود بالملك بالنبي بينما بالنسبة لليهود هو ملك لكن قليلين يعرفون بالنسبة هو أعلى من النبوة فهذه المشكلة المشكلة على الكثيرين فالقرآن لم يخطأ في وصف النبي داود بالنبي لأنه هو إذا كان ملك فهو أعلى درجة من النبوة على كل حال فكرة عودة المسيح بأتباره ملكا وما على ذلك على كل حال الفكرة بأنه هذا النص تحول إلى ألواح موسى ألواح موسى طبعا لأنه لأنه الفكرة هي هكذا فبعد ذلك أيضا انتشرت الفكرة ووصلت إلى الإنجيل وبعد ذلك انتشرت بين الناس أنه هناك كتاب وهناك بشارة وهذا الكتاب للإنجيل بشارة وعلى المسلمين دائما موجودة عند الناس فظهروا أنبياء كثيرين قالوا الكتاب موجود لدينا الكتاب هو لدينا قبل القرن الثالث الميلادي ظهر ماني من جنوب العراق وماني أيضا كان ماهر في كتابة الكتب ورسم رسومات ضخمة يعني كان فنان ورسام ماهر جدا وكان يأتني ووجدوا بعض الآثار في الصين لأن كان حملات تبشيرية وصلت إلى الصين بقية الأماكن تم قتل أتباع وصلة يعني أتباع ظلت الديانة المانوية مستمر حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت من أكبر منافسية المسيحية ويسمون أعتهم تسمية خاصة بهم بالمسلمين تسمون مش زنديق راحة من بالي الوصف تسمية راحة ما يحضر اسمهم هو مشهور جدا على كل حال فكرة الإسلام هي هذا فكرة الدين الإسلامي هي هذا أنه هناك النص وهذا النص في كل الشيء ولحد هذه لحظة ما زلنا معمنين بأن هذا النص هو في كل الشيء وحطناها بالقداسة هذا النص وكل ما علينا بس فقط أن نفتح هذا الكتاب لنكتشف جميع الحقاق ونجد جميع الأجوبة ولحد الآن السحرة والقرائين الفال يفتحون القرآن على يصف حتى عندما يجيهم ولدي يسمون على بإس يفتحون كتاب على بطريقة اعتباطية لأنهم واثقين من وجود شيء جاء في هذا على كل حال فكرة وجود كتاب مقدس ونص مقدس وحط بهالة القداسة هي الفكرة التي العظيمة التي ابتكرتها شعوبنا لكنها أصبحت فكرة يعني يعني دائما كل شيء عظيم كل فكرة عظيمة هي آثارها الجانبية السيئة وهذا البرادايم يعني حان الوقت للخروج من عنده هذا لا يعني في إساءة للنص النصوص المقدسة إنما ابقائها في مساحة النص وهو النص والآن كما تبين أن الحياة هي أكبر من أي نص والإنسان أكبر من أي نص وهذه الحقيقة التي كانت غائبة عن ذهن الناس الجميع في ذلك الزمان لظروف عديدة الآن يجب أن نعي وندرك أن الإنسان أكبر من أي نص والحياة أكبر من أي نص مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر